مبادرة كلنا واحد مبادرة مهمة عشان توفر السرع بأسعار أرخص المبادرة الأسعار فيها حلوة جدا 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 أنا عن نفسي كمواطن والله أعيز على طوب ربنا يخللنا الريس ويرخص لنا كل حاجة وهنا أحسن من بره وفضل نعمة من ربنا تتوالى ردود الأفعال الإيجابية حول مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها الثانية والعشرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع بأسعار مخفضة في ظل نجاحها في الوصول إلى المواطنين على مستوى الجمهورية إصراحة فيه تخفضات يعني عن بره حتى في السكر مثلا بره ب13 هنا بعشرة ونصف يعني فيه فرق في الزيت بردو كذلك الأمر فيه فرق نشكر الرئيس على المبادرة الجميلة دي مبادرة حلوة ويريت على طول كل سنة المبادرة والأسعار جميلة جدا 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 ومع تواصل فعاليات مبادرة يزداد إقبال المواطنين على شراء السلع بتخفضات تصل إلى 60% مبادرة جميلة جدا تحت رعاية سيدرس على الفتاح السيسي ويعني هو مشكور بسعيدنا ويوجف معنا وجمبنا ربنا يخليه ويبارك لنا فيه تتصابق السلاسل التجارية التي يصل عدد أفرعها إلى 993 فرعا بكل المحافظات على طرح منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة في إطار المبادرة وهو ما تؤكد عليه اللافتات الموضوع على السلع المعروضة تنتشر الشوادر والمنافذ والصرادقات بكل المحافظات والتي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسك مع كبار المواردين والتجارة وتشهد وفرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها وإقبالا من المواطنين عليها فضلا عن المنافذ المتحركة التي تمثلها قوافل السيارات الموجهة إلى المناطق الأكثر احتياجا ليستفيد منها المواطنون من قاتين تلك المناطق سعادة الرئيس اللي هو بيعمله دمعان الله يبارك له الله يكفيش شر المرض اللي هو بيعمله دمعان ده ومخللنا ديه رخيص ومخللنا الرز رخيص ومخللنا السق الرخيص منافذ أمان الثابتة والمتحركة حرصت على المشاركة في فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد في ظل انتشارها في كل المحافظات بمنتجات تتسم بالجودة العالية إضافة إلى إعداد عبوات تحتوي سلع أساسية وباع بتخفيضات تصل نسبتها إلى خمسين بالمئة الكرتولة فيها كل حاجة سكر وزيت وسمة وشعرية ورز وكل حاجة نحب نشكر في خامة الرئيس أنه هو حسب الناس وحسب شعب مصر وخفف عليهم الظروف اللي موجودة الحاجة كلها جوم وممتازة وأسعارها حلوة جدا الرز والمقارونة والسكر وكل الحاجة واليميش كمان أسعار حلوة والله يا رئيس بقوله يعني تشكر على الأسعار اللي انت بتعملها والخدمة اللي انت بتقدمها للمواطنين واللمسة الجميلة اللي انت بتقدمها كل رمضان لكل مواطن مصر وتتكامل بذلك جهود وزارة الداخلية مع جهود الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير متطلبات البيت المصري بأقل تكلفة ممكنة في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلعة